بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الثاني من شرح برنامج معالج النصوص والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات احنا تعلمنا في الدرس السابق مجموعة من التنسيقات عندي التنسيق غامق اللي هو حرف البي والتنسيق مائل اللي هو الشرطة المائلة والتنسيق يو اللي هو تصطير وقلنا ان انا عندي مجموعة من التنسيقات الخاصة بالتصطير او اشكال مختلفة من التصطير ان انا بضغط على سهم الموجود بجوار حرف اليو بيظهر لي قائمة منسادلة بتحتوي على اشكال مختلفة من التصطير بالاضافة الى مزيد من التصطير بيفتح لي نافذة اسمها خط النافذة بتحتوي على اشكال اخرى من التصطير بتختار الشكل المطلوب او الشكل اللي انت عايز تطبقه في تنسيق التصطير طيب باذن الله هنتعلم النهارده مجموعة اخرى من التنسيقات الخاصة بالنصوص وهي التنسيق يتوسط خط والتنسيق منخفض والتنسيق مرتفع طيب انا عندي مجموعة او عندي فقرتين باذن الله هنتبق عليهم مجموعة التنسيقات مثلا لو انا حددت كلمة العلم ومسكت الماوس وتحركت بالماوس وضغطت على a b c يتوسط خط يتوسط خط يعني برنامج الورد بيعمل لي خط في منتصف الكلمة طيب هضغط على a b c بلاحظ ان برنامج الورد حطي لي خط في منتصف كلمة العلم طيب لو حددت كلمة الشاب وضغطت على a b c هيحدد لي خط في منتصف الكلمة هكذا كلمة الشخص لو ضغطت على a b c بيحدد لي خط في منتصف الكلمة طيب التنسيق الثاني من التنسيقات اللي هنتعلمها ان شاء الله النهاردة او اليوم التنسيق منخفض اللي هو اكس تحتها اتنين منخفض اكتب احروفا صغيرة جدا اسفل خط النص مباشرة يعني ايه منخفض يعني النص بتاعي بيكون موجود اسفل السطر يعني منخفض عن النص بتاعي او الفقرة اللي انا بكتبها طيب لو انا حددت كلمة السطر كلمة العصر وضغطت على اكس تحتها اتنين هلاحظ ان كلمة العصر اصبحت منخفضة عن السطر منخفضة عن النص طيب لو حددت كلمة ولا يكون حددت كلمة يكون وضغطت على اكس تحتها اتنين بلاحظ ان برنامج الورد حولي كلمة يكون بنفس التنصيق وهو التنصيق منخفض طيب لو ضغطت على حرف حددت كلمة المجتمع وضغطت على اكس تحتها اتنين نفس النظام بلاحظ ان كلمة المجتمع اصبحت اسفل السطر طيب التنصيق السالس وهو التنصيق مرتفع عكس منخفض مرتفع يعني الكلمة بتكون اعلى السطر الكلمة بتكون اعلى السطر طبعا احنا بنستخدم او بتستخدم في كتابة المعادلات طيب لو حددت كلمة العصر وضغطت على الاكس اللي فوقها اتنين يعني مرتفع اكتب احروفا صغيرة جدا اعلى خط النص مباشرة بلاحظ ان برنامج الورد حول لي النص العصر او الكلمة اللي انا حددتها نصقها الى نص مرتفع اصبحت الكلمة اعلى السطر طيب تعال انا حدد نص اخر او كلمة اخرى كلمة مشهود وبضغط على اكس فوقها اتنين بلاحظ ان كلمة مشهود اصبحت اعلى السطر نحدد كلمة او النص العالم الاسلامي بضغط بيسار الماوس وحدد العالم الاسلامي ثم بضغط على اكس اللي فوقها اتنين بلاحظ ان كلمة العالم الاسلامي اصبحت اعلى السطر يعني نص مرتفع المجتمعات الاخرى على المجتمعات الاخرى بحدد بضغط على الاكس اللي تحتها اتنين بلاحظ ان النص بتاعي اصبح منخفض المغريات المغريات والمؤسرات بضغط على الاكس اللي فوقها اتنين بلاحظ ان النص بتاعي اصبح مرتفع لو ضغطت على او يخرج منه وضغطت على اي بي سي بلاحظ ان برنامج الورد عمل لي خط في منتصف النص طيب في حالة ان انا لو عايز اعمل تنصيق يتوسطه خط بس مش خط واحدة عايز اعمل يتوسطه خط مزدوج هنعملها ازاي تعال نحدد البيت ذلك الحصن وهلاحظ ان انا عندي حاجة هنا اسمها خط نافذة اسمها خط الاختصار بتاعها اللي هو كنترول زائد حرف دي لو ضغطت على نافذة خط هلاحظ ان انا عندي مجموعة من التأثيرات منها التأثير يتوسطه خط مزدوج بلاحظ هنا في المعينة انه حطيلي خطين في منتصف الكلمة لو ضغطت موافق هلاحظ ان النص اللي انا حددته لبيت ذلك الحصن اصبح يتوسطه خط مزدوج طيب تعال نحدد ان يتعلم ويعمل حتى يثبت شخصيته نفس النظام هضغط على نافذة خط ثم احدد او اعلم او احط هنا علامة صحف المربع الموجود امام يتوسطه خط مزدوج ثم بضغط على موافق بلاحظ ان النص اللي انا حددته اصبح بيتوسطه خط مزدوج اذا في هذا الدرس احنا اتعلمنا مجموعة اخرى من التنصيقات وهي التنصيق يتوسطه خط وممكن نعمل يتوسطه خط مزدوج واتعلمنا التنصيق اللي هو منخفض والتنصيق مرتفع باذن الله في الدرس القادم هنتعلم مجموعة اخرى من التنصيقات باذن الله انتظرونا اشتركوا في القناة